يريد نصيحة لزوجين تخاصمة من كثرة الشك والقيل والقال يعني شيء من هذا القبيل يا أبا جابر من الجزائر بارك الله فيك يعني بالنسبة للنصيحة حول هذه المسألة أولا يجب على الزوجين أن يعلموا بأن الزواج نعمة من نعم الله وهو آية أيضا من آيات الله عز وجل والغرض منه الطمأنينة والسكن والمودة والراحة و أيضا الإنجاب و كذلك يعني العفاف أن يعفى الزوج زوجته و أن تعفى الزوجة زوجها فالله تعالى يقول من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة و رحمة يقول جل وعلا هن لباس لكم و أنتم لباس لهم و الله تعالى أمر بالمعاشر بالمعروف أمر الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف و أمر الزوجة أن تعاشر الزوجة بالمعروف قال تعالى و عاشروهن بالمعروف قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف و للرجال عليهن درجة أمر الآخر يا أخواني و أخواتي الحياة الزوجية ليست يعني حياها مثل ما يعتقد بعض الناس لا يشوبها شيء من الخلافات أو شيء من النزاعات مثلا لا الحياة الزوجية حياة طبيعية تتلبد يتلبد في سماء البيت إشكالات تعصف بالبيت بعض النزاعات لكن ما هو الحل؟ الحل الصبر التغافل العفو الصفح التغاضي هذا الذي جاءت به النصوص الشرعية و لذلك الله عز وجل قال و إن كرهتمونا فعسى أن تكره شيئا و يجعل الله في خيرا كثيرا نبي عليه الصلاة و السلام يقول لا يفرك مؤمن مؤمنة يعني لا يبغض زوج زوجته لا يفرك مؤمن إن سخط منها خلقا رضي منها آخر نبي عليه الصلاة و السلام قال للنساء رأيت كن أكثر أهل النار قلنا بما يا رسول الله قال تكفرنا قلنا بالله قال لا تكفرنا العشير يعني الزوج أنصنع لإحدى كن الدهر كله خيرا ثم لم تجد منه يعني شيء قالت ما رأيت منك خيرا قط هذا كله تحذير من النبي عليه الصلاة و السلام على أن المرأة تشكر الله عز وجل و تحمد الله سبحانه وتعالى و تشكر لزوجها أيضا على ما يقوم به و الزوج كذلك يصبر على زوجته و أي زوج أي زوج يسمح للقيل و القال هذا ضرب مسمارا في نعش البيت أبدا و أي زوجة تسمح للقيل و القال ضربت مسمار في نعش البيت أبدا خذوا قاعد أي أمرأة أصغت لمن يتكلم في زوجها هذه يعني قد آذنت على حياتها الزوجية بالفشل و بالخراب أي زوج يصغي لشخص سواء كان ذكر أو انثى للكلام في زوجته هذا يعني أعلن أعلن انتهاء الأسرة أبدا أعلن انتهاء الأسرة و ذلك يعني للأسف الشديد زوج يسمح لنمام أو نمامة تتكلم في أم أولاده زوجة تسمح لنمامة أو نمام يتكلم في والد أولادها أو زوجها طبيعي جدا أن العسرة ستكون مرتع للشيطان و مكان خصب للفتنة طبيعي جدا عما إذا أغلقوا هذه الأبواب و سدوا هذه المنافذ الشيطانية عمرت البيوت ما خربت البيوت إلا بسبب القيل و القان ما تدمرت الأسر إلا بسبب هذا الشك الممرض الذي يحمله بعض الأزواج للأسف الشديد حياته قائمة كلها على الشك نسأل الله العافية مريض بالشك يسكنه الشك متغلغل في عروقه الشك دائما أي تصرف من زوجته فسره تفسيرا مغلوطا تفسير خبيث تفسير شيطاني بعض الزوجات كذلك أبدا قائمة حياته على الشك و على الريبة تجسس و على التحري و المراقبة تفتيش جهاز مثلا محمول الزوج تفتيش أوراقة تفتيش جيوبة أبدا شغالها هذا شغلها هذه نسأل الله عافية هذه سمحت للشيطان أن يقودها لذلك يا أخواني يا أخواتي بارك الله فيكم الحياة الزوجية نكون واقعيين حياة الزوجية ليست هي حياة ما فيها نصاب ولا تعاب هذه الجنة الجنة هي التي لا نصب فيها ولا تعاب ولا حزن ولا هم حياة طبيعية يستطيع الإنسان يتجاوز يعني بسفينة بيته إلى بر الأمان بتقوى الله بإقامة الحقوق بتوفير الحضوض بأداء الواجبات بالقيام بما أمر الله عز وجل بما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في مسائل توزيع الأدوار في البيت الزوج له دور الزوج له دور ما تختلط ما تقوم المرأة بدور الرجل و الرجل بدور المرأة ما يمكن هذا اهتزاز لسنة كونية ما يمكن كذلك العشرة بالمعروف كذلك إضفاء يعني البراءة على كل طرف يعامل الآخر ببراءة و بحسن ظن حتى لو صدر شيء يلفت الانتباه يحمله على أحسن المحامل لأن الشيطان يحضر ما في أفرح للشيطان من الطلاق أفرح شيء للشيطان و دل هذا حديث في مسلم عن النبي عليه الصلاة و أن إبليس يعني كما أنه يبعث جنود لإفساد في الأرض في كل نوع لكنه أحب شيء على إبليس لما يأتيه شيطان يقول فرقت بينهما يقول أنت أنت فلذلك كثرة المشاكل كثرة القيل و القال السماح أيضا بأناس يتدخلون في الحياة الزوجية هذا طبيعي جدا يكسر سفينة البيت و يهدم هذه الحياة أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع ترجمة نانسي قنقر